سيد سامر خير أحمد بن عمان ما الذي يمكن أن تستفيده الصين من زيارة بهذا الشكل من الحديث عن رسائل طمأنة أو عن تأكيد على أن التقارب سيبقى قائم بين هانوي وبكين ما الذي يمكن أن يطمئن بكين أو ما الذي يمكن أن يقلقها أصلاً في البداية حتى تكون بحاجة إلى رسائل طمأنة هذه الزيارة هي نموذج لما صنعه التنافس الأميركي الصيني من فرص للدول النامية في العالم الآن فيتنام تحاول الاستفادة من الطرفين المتصارعين كما تنوي أن تفعل العديد من دول العالم النامية في الحقيقة وكما حاولت أفريقيا أن تفعل في مرحلة ما الآن الذي يجري أن الرئيس الوزراء الفيتنامي صحيح هذه زيارة استثنائية لأول مرة رئيس وزراء فيتنامي يزور الصين منذ سبع سنوات لكن هو في الحقيقة أيضاً ذاهب للمشاركة في المنتدى الخاص بالتكنولوجيا فهذا يعكس أولاً أن فيتنام تريد أن تستثمر في هذا الخلاف السياسي بين الولايات المتحدة والصين لأنها من جهة تريد أن تحافظ على علاقة الاقتصادية القوية مع الصين وتريد أن تستثمر هذه العلاقة من أجل تطوير قدراتها على التصنيع التكنولوجي التي تتدورت منذ عام 2020 وفي الوقت نفسه تريد أن تستثمر في الرغبة الأمريكية في محاصرة الصين في بحر الصين الجنوبي وتلقي هذه الوعود الأمريكية من الناحية الأمنية أولاً وكذلك من ناحية الدعم المالي في المشاريع الاستثمارية إذن الصين بالنسبة لها صحيح هي تستثمر هذه الصورة دعائياً هذه الزيارة دعائياً للقول بأن أحد الدول إحدى الدول التي هي بدت في الشهور الأخيرة كانها حليفة للولايات المتحدة بعد زيارة المتعددة للمسؤولين الأمريكيين كمال هاريس وثم بلينكين واليوم كما تفضلتم حاملة الطائرة الأمريكية تصل إلى فيتنام لتقول الصين تريد أن تقول الصين أنها محيطها الجغرافي ليس معادي لها وبدليل أن فيتنام الآن يزور رئيس وزراءها الصين وأجرى محادثات مهمة مع المسؤولين الصينيين كذلك وزير الخارجية الفيتنامي لدى لقائه بوزير الخارجية الصيني أكد وشدد على أن فيتنام تؤيد مبدأ صين واحدة إذن الصين تريد أن تستثمر هذه الزيارة من أجل هذه الصورة لكن في الحقيقة ما يجري هو أن فيتنام تريد أن تستفيد من الطرفين المتخاصمين لكن بناء على هذه النقطة أن فيتنام تريد استغلال أو استثمار في التشاحن الأمريكي الصيني ما هو هامش المناورة المتاح من جانب كلتا الدولتين الولايات المتحدة والصين حتى يسمح لدولة بأن تتقارب مع هذا الطرف فلا تغضي بالآخر هو في الصراع الأمريكي الصيني الصين تقدم مقاربات اقتصادية لدول العالم من أجل إقناعها بالاقتراب منها بينما الولايات المتحدة تقدم مقاربات أمنية هذه مسألة مهمة في الصراع الأمريكي الصيني لذلك ماذا تفعل هذه الدول التي تريد أن تستفيد من الطرفين تتجاوب مع الوعود والمشاريع الاقتصادية التي تقدمها الصين باعتبارها طريقة لبناء علاقات متينة بين الطرفين الصين تريد من خلال هذه المشاريع الاقتصادية المشتركة أن تفرض نفولها السياسي وهذا متحقق بالمناسبة مع فيتنام من خلال مبالرة الطريق والحزام في المقابل هذه الدول أيضا كما تفعل فيتنام الآن تستجيب أمنيا للولايات المتحدة وتتحدث عن ضرورة إحلال السلام في بحر الصين لكن هو التنسيق الأمني حضرتك تعلم أستسامر التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة هو هاجس كبير أصلا بالنسبة للصين ونظر سيكون فيه قدر كبير من الريبة كيف يمكن للصين أن تقبل بعلاقة طيبة أو متوازنة مع دولة هي لها علاقة أمنية أو على الأقل رسائل الطمأنة التي تتلقاها من الولايات المتحدة كبيرة نعم لذلك هذه الزيارة مهمة ومختلفة لأنه هذه الآن سنشاهد كيف ستتعامل الصين مع هذه الدول التي ربما يمكن القول أنها تتحالف أمنيا مع الولايات المتحدة لكن في المقابل لديها علاقات اقتصادية عميقة مع الصين الصين ما يمكن التوقع أن الصين تريد أن تستثمر هذه العلاقات الاقتصادية التي تخدم كثيرا التطلعات التنموية الفيتنامية من أجل إقناع فيتنام بالابتعاد عن الولايات المتحدة والاقتراب من الصين فما تزال الصين تصر على المقاربات الاقتصادية في حث دول العالم على الاقتراب منها بينما ما تزال الولايات المتحدة لا تقدم شيء آخر سواء المقاربات الأمنية وتحذير الدول من المخاوف والمحذير الأمنية من العلاقة الاقتصادية مع الصين ترجمة نانسي قنقر